حقيقة لست أهلا لأن أوجه أو أتحدث إلى العلماء ولكن الإسلام على كل حال أو المنهج القرآن الذي تحدثت عنه هو الذي تحدث للعلماء والدعاة وبيّن لهم المنهج الذي يسلكونه ومن معالم هذا المنهج الذي اعتمده القرآن الكريم في صناعة الإنسان ومن هذا الإنسان العلماء والدعاة اعتمد القرآن الكريم منهج التغيير والإصلاح لكن بالتبشير وليس بالتنفير النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابة الذين بعثهم أو الصحابيين الذين بعثهما فقال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا بمعنى أن المطلوب في الإنسان المسلم أن يبشر وأن ينذر التبشير يعني لابد من توازن بين الترغيب من جهة والترهيب من جهة هناك البعض للأسف لا يحسن إلا الحديث عن جهنم والنار وعذاب القبر وما إلى ذلك هذا القموس هو الذي يعرف بينما الواجب أن يجمع الإنسان بين منهج الترغيب ومنهج الترهيب بين منهج الإنذار وبين منهج التبشير يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا فوصفه بأنه شاهد يحضر ويوجه وينصح ولكن وصفه بأنه مبشر ونذير وبدأ بالبشارة بدأ بالبشارة أولا قبل النظارة فلا يجوز أن نعتمد النظارة والتخويفة فقط بدل أن نعتمد التبشير والتيسير على الناس ما جعل عليكم في الدين من حرج في آيات الصيام يقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر في آية الوضوء أيضا يقول الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم إلى آخره ولذلك نحن أمة مطالبة بأن تعتمد التبشير والتذكير والتيسير بدل هذا الذي يمارسه البعض كما ذكر الأخ السائل من ربما تنفير وتبغيط ورد في بعض الآثار خير الناس من حبب الله للناس وحبب الناس لله وشر الناس من بغض الله للناس وبغض الناس لله والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن منكم منفرين إن منكم منفرين أي هناك أناس للأسف بدل أن ينصح وبدل أن يوجه وبدل أن يبشر تجده يصد الناس عن سبيل الله صدا لكن المطلوب في المنهج القرآن هو اعتماد الحوار وجاهدهم به جهادا كبيرا أي بالقرآن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا للناس حسنى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإلى آخر الآيات القرآنية الكريمة فهذا المنهج القرآني الكريم يعني واضح المعالم يعتمد التبشير بدل التنفير ويعتمد التيسير بدل التأسير قد تكترين عميش بكثير من الإجاب للمصنع م الأخرق وبدل تحره أوتران أديفق